عايز اخدك في جزء فني شوية وهو لقاء سيمبا التنزاني لأهلي وسيمبا التنزاني في بداية دوري السوبر أو الدوري الأفريكي يعني بالمسمى الجديد لأفريكان ليج ناس بعض الناس قال لك يا بغت الأهلي ويا مع سيمبا التنزاني لما عدنا نساجر شوية مبارح وعندنا نقرى شوية لأ سيمبا واضح أنه عامل فرقة محترمة واضح أنه فرقة صعبة واضح أنه فرقة دمائة قيل ومن كام سنة كان فرقة دمائة قيل قاوة عن نادي الأهلي فاكر طبعاً لوقت مكيسوني والحاصل مكيسوني يلعب مع سيمبا في المنبارا ديت شايف سيمبا إزاي في مواجهة النادي الآن أول حاجة خلينا أقول لك أنه لو نبتري نعرف بس الصوار اللي معنا وبعدنا نخلي الفيديو بتاع الملعب للآخر أول حاجة أنه فرقة سيمبا أنا ممكن تبتكلم أوف إيرنا وهواري قلت له أنا كنت عايز لأهلي اللعب أي حد إلا سيمبا أي حد إلا سيمبا أي حد من الفرق موت أولاً غير جلده بشكل كبير واحتفظ بالعناصر الأساسية اللي كانت ماشى بشكل جيد خلينا أقول لك أنه بغير جلده وواخد الدوري هناك والسوبر بتاع تنزانيا ووصل دوري للتمانية قدام الوداد فيه بتورة أفريقيا الماضية دي الصفقات اللي جابها الموسم الحالي يمكن أبرازها هي أيوب لك رد الحارس بتاع الجيش الملكي المغربي ونادراً لما تلاقي حراس أو لاعبين عرب بيروح يلعبوا في فرقة في أفريقيا خاصةً مش الفرق بيلعب في تنزانيا اللعيب الثاني يمكن هو مش جامعنا في الصورة دي الصورة جاب السن يعني خلينا نسبت على الصورة دي هو شعباني شلوندا ده مهاجم دولي تنزانيا مهاجم بيلعب في منتخب تنزانيا مهاجم جاي جداً نرجع للصورة الأولانية تاني اللعيب الثالث فابرس انجومة طبعاً اللعب قدام النادي الأهلي مع الهيلي السوني اللعيب ممتاز لويس منكسوني لعيب ممتاز ممتاز مع سنبا ممتاز مع سنبا لا هو ممتاز مع سنبا وهو بيجيد اللعب هناك في الأجواء وهما كانوا شايفين حتى كان فيه كلامي مع بعض المسؤول الإعلامي هناك كلمت معاه من يومين قال لي هو لويس منكسوني احنا كنا متوسمين في نوروح ندي الأهلي بيطلع على الأوروبا هو حتى هو راجع شعر بشيء من الضيخ لكن هو حاسس ان هو يرجع يرجع تاني نفسه ان هو يجي له فرص تانية من خلال والجمهور هناك بيحبوا والجمهور راجع شايفوا من نجوم الفرقة واللعيب التالت هو الجناح بتاع النايجر بيلا في منتخب النايجر أوبن كرامو فعندهم ضموا أكتر من 13 لعيب يا كريم منهم 6-7 لعيبهم ميزين جدا بالإضافة لأنه فريقهم أصلا فريق جيد الكوالت بتاعته جيدة وقدر يحقق مسم ممتاز أخيرا نروح لي المدرب المدرب بيمتلك خبرة أفريقية ممتازة بيدرف أفريقيا من فترة طويلة جدا روبرتينيو هو اسمه روبرت أوليفيرا بس هو اسمه روبرتينيو روبرتينيو كريم بدأ مسارته في تونس درب الناس بتركز أوه مع المدربين لهم بيشتغلوا في أفريقيا لكن هو بدأ في تونس درب فيه الملعب القبصي في الدوري التونسي الممتاز ودرب فريق حمام الأنف ودرب فرقة في بيبرز في أغاندا عام نجاحات بشكل ممتاز هو موجود مع الفرقة ودرب رايانو سبورت دي الفرقة اللي دربها ويمكن هو موجود من 2011 كريم بيدرب داخل أفريقيا فراج المتمرس وعنده معرفة موجود مع الفرقة بقاله عشر شهور وحافظ الفرقة تماما وهو اللي اختار الأسماء اللي جات فلا أنا شايف ان المباراة صعبة جدا جدا كمان لما نيجي نبص لي آخر خمس سنين الأهل اللعب الفرقة دي أربع مرات هزيمة ثقيلة تلقوها دي كانت أول مباراة كانت خمسة صفر لنادي الأهل في القاهرة بعدين هزيمة والناس دايما فاكرة الهزيمة بتاعها بس بتاعت لويس مكسوني الهدف اللي تعاقب مع نادي الأهل بعادية لكن لا كان فيه هزيمة قبلها كمان المباراة على نفس الملعب ملعب بنيمين مكابا هزيمة ثم هزيمة تاني ورجع الأهل في القاهرة بهدف نظيف لا آخر خمس سنين الأهل اتغلب مرتين في نفس الملعب من نفس الفريق حتى لما اللعبات غيرت على مرحلتين وكان فيه لعبات مختلفة وأخير أنا كريم فيما يخص صعوبة المباراة ملعب بنيمين مكابا من الملعب الصعبة والرخمة جدا في أفريقيا رغم أنه ملعب نجلت وجيدة لكن ملعب واسع دايما نحن عارفين في حاجة اسمها أبعاد للملعب في الحدود الدنيا والحدود القصو ملعب واسع جدا الملعب يا كريم كل مباراة والمحلية والأفريقية ستين ألف ملين الملعب التقديم بتاع الصفقات يا كريم بتخيل أنت جايب بتقدم الصفقات فيه ستين ألف في الملعب في تقديم يشوفهم وراء في تقديم الصفقات لما كانوا بيقدموا لويس من كسوني وغيره من الصفقات ستين ألف الملعب ممتلئ عن آخره ملعب كبير جدا جدا زي ما قلت لك هو ملعب واسع من الملعب اللي هي الأهلي بيلاقي فيها صعوبة خاصة لما بيلعب نهارا هو شبيه بملعب سانداونس شبيه بملعب بيترو أتليتكو في أنجولا فأنت بتتكلم على أن الملعب صعب الجمهور كتير في الغالب هيختاروا موعد نهاري للمباراة عدد صفقات كتير ماشيين بشكل جيد وعندهم استقراروا من الفرع الأوليالة في أفريقيا اللي ماشي بعالية استثمارية مباراة صعبة جدا جدا عن نادي الأهلي ولكن أنا كنت بكلم أفقير مع هوري أترو أي الأهلي لعب أي حد إلا سنبه المباراة صعبة جدا عن نادي الأهلي يمكن حسن الطالع أن المباراة العودة هكوم في القائر هناك إمكانية للتعويض